توفد معتبر للطلبة الجدود لاستكمال عملية التسجيل في مرحلتها الأخيرة عبر مختلف جامعات الوطن حيث بلغت نسبتها بكلية الحقوق بجامعة الجزائر واحد قرابة 70% في يومها الثالث وتستمر العملية إلى غاية السابع من شهر أوت الجاري في حين فتحت جامعة الجزائر ثلاثة أبوابها لاحتضان ما يقارب 8000 طالب جديد عبر مختلف كليتها كما تلاحظون عملية التسجيلات النهائية للطلبة الجدد متواصلة ليومها الثالث وقد وصلت نسبة التسجيلات إلى حوالي 60% وهي مستمرة إلى غاية سبعة من هذه الشهر في هذه السنة جامعة الجزائر ثلاثة بالنسبة للسنة الأولى فقط أكثر من تمنالة في طالب والحمد لله في هذه السنة جامعة الجزائر الثلاثة قضت على مشكلة الاكتظاث لا يوجد الاكتظاث لأن هناك هيكل بيداغوجية جديدة حضيت بها الجامعة في هذه السنة كلية الحقوق هذا العام كان لدينا العدد 1690 يعني بتقريب حوالي 1700 طالب وتقريبا نفس العدد لكلية الحقوق يعني كل سنة كانت تستوعبوا لهو 1600-1700 طالب ظروف تسجيلنا التي استحسن طلبة المتوافدين على جامعات الجزائر وبكليتها جندت كافة الإمكانيات البداغوجية والإدارية لتسهيل العملية بدءا بدفع رسوم واستكمال إجراءات التسجيل حتى استصدار بطاقة الطالب في ظل التوجيه من قبل موظفين وأستيدا عندك لغة الجينالة على الباك فوتوكوبي تحت على الغلوي شهدة ميلاد استيماعة يعمروا هاته الفوق لنفلوب لفوتو يجوزوا منها لسيزي يطلعوا يدو لك اختيتي ديو مع شهدة مدراسية الحمد لله كانت كامل الحمد لله سهلة جازت خيبيا غير الحق الحمد لله يعني تمتم جزت خلت سنية واني حطيت دوسية تاعي واني نسنا الحمد لله تجلي كان سهل بزاف وسهلونا العمر هذا ما قال الحمد لله يا ربي ما كاش اكتضاضات قاموا بنا استقبلونا احسن استقبال رياطهم الصحة الحمد لله لقنا راحتنا استقبلونا مليح تاني كانوا يجهوا فينا ديروا فينا الفوت بيان استقبلونا مليح وحتى يتقرب الطالب اكثر من الجامعة فقد فتحت جامعتها الجزائر واحد وثلاثة ابوابها عبر كليتها واقسامها للتعرف على هيكلها البداغوجية التي ستستقبل الطلب الجدد بداية من شهر سبتمبر المقبل ترجمة نانسي قنقر